توصل ممثلون من أكثر من 110 اقتصادات خلال فعليات اليوم الأخير من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافلس السويسرية توصلوا إلى مساودة اتفاقية بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية ووفقا لبيان فإن هذا الاتفاق التاريخي يمهد الطريقة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يمكنه أن يواجه تحديات الاستثمار وزيادة فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية وبدعم المنتدى الاقتصادي العالمي لهذه الجهود بمشاريع تجريبية ومدخلات فنية وإطلاق المفاوضات في دافلس منذ نسخة يناير 2020